توصلت فعليات الأسبوع الثقافي الألماني وذلك بالتعاون بين جامعة أسوان والسفارة الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي وممثلين عن أربع جامعات ألمانية هذا ويهدف الأسبوع الثقافي الذي بدأ في السبع والعشرين من فبراير الماضي استعراض البحوث العلمية المشتركة بين جامعة أسوان وعدد من الجامعات الألمانية ومحاضرات لخبراء في علم الآثار وحلقات نقاش حول الطاقة المستجدة والتنوع البيولوجي وتقريب الثقافات المصرية الألمانية في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألمانية أود التعبير عن بالغ سعادتي بزيارة محافظة أسوان فالتعاون بين مصر وألمانيا له تاريخ عميق وهناك شراكات قوية تجمع بين الشعبين والعام الماضي احتفلنا بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية ولدينا مساهمات في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها والغرض من هذه الزيارة هو عرض ما تقدمه ألمانيا لمصر في إطار التعاون وخاصة في جنوب مصر وهنا في أسوان وفي إطار هذه الزيارة كنت بزيارتي عدد من المشروعات الهامة التي نفذت في إطار التعاون بين مصر وألمانيا مثل مشروع تمكين المرأة ومشروع الزراعة الخاص بالبرنامج العالمي للغزاء بالتعاون مع الوكالة الألمانية الفنية